عيسا كنت واثنين على لقطة صلاحة برحمة مومد عظيم منفعش عدي كده اي حدي عدي كده كلشو انا نفكر الناس بيه وهنا أعيد فيديو تاني الفيديو ده لازم كلي عارفت بقية خليه انترو يعني طول الوقت موجود فيديو عظيم وفيديو تاريخي رأيك يا مومد رأيك يا مومد رأيك يا مومد لا يعني فيديو عظيم جدا من صلاحه يعني لقطة عظيمة منه ان هو فعز فرحته كده يكون او بيتعامل بشكل جميل مع موقعنا يتأثرت ومروان دمع كان لا فعلا يا ربنا يشفي يا ربه يرجع والسلامة وحركة عظيمة من صلاح طبعا ومن لعيبة ليفر كول بقي بوس جمال مفيش بعد كده يا جمال يعني فهم عدى الخيال الخيال مشهد زي ده يعني خطف الادوار منبالح من صعود الاهل الانهاية خطف الادوار من فوس ليفر بول نفسه بالكاس خطف الادوار من كل حاجة بصراحة لقطة خيالية رأيك يا جمال لا شيء يعلق الإنسانية ده اللقطة الإنسانية الأبرد في تاريخ محمد صلاح محمد صلاح عمل كل حاجة في الكرة محمد صلاح قدم كل شيء يجعل كل الجمهور المصري فخور به كلاعب كرة القدم إنما اللقطة الإنسانية كإنسان إنه بيساند زميل ليه دون إعلان دون ترتيب لمجرد إنه مؤمن موجود في إنجلترا عشان يكمل رحلته العلاجية بشكر محمد صلاح جدا 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 على ما أطفاء على ما سرته المهنية كلاعب كرة القدم وأتمنى إنها تستمر بإذن الله الأوام كتير عشان اللعاية ده تمام؟ خلي محمد صلاح بي أخذ دولة أبطال أوروبا يعني آه عشان خاطر الدموار الحلوة يعني آه يكسب بقى دولة أبطال أوروبا على ياما دي لا تعظي انت جاء تعيطني آكتر كده هدوس عليه ياما ده عشان الناس تبقى عارفة مروان من كبير كبير مشجع ياما دي في العالم يعني مش في العالم يعني من الناس اللي بتحب اللي ياما دي بيكتير قوي ومتشوفوه شوه بفراج عم شادا ياما دي بيبقى حاجة تانية خالصة فدلوقتي بنقناعه إنه يشجع بقى صلاح وليفربول في النهاية ربنا يا رفا إن شاء الله في النهاية صلاح يعني مش بحتاج أقول إنه عظم لاي في تاريخ مصر واللقطة اللي عملها دي هي اللي بتبقى في النهاية يعني تاريخه طبع الكروي مش بحتاج لا مروان ولا أي حد يتكلم عنه لكن في النهاية اللحظات الإنسانية دي اللي هو هي دي اللحظة اللي بتقربك منه أكتر وبتحسسك إنه مهما وصل لمراحل من التفوق والنجومية هو أقضى اللي في العالم يعني إنه هو ما بينساش زميله وصحابه جدا المترجم للقناة